البيئة الارضية هذه البيئة الحياتية الديناميكية تأوي تشكيلة مؤلفة من مئات الاصناف وتشكل احد المناظر الطبيعية الجميلة في العالم الا ان الشعب المرجاني الممتد قبالة سواحل الالات تتعرض لعملية متواصلة من الدمار وزوال العديد من مخلوقاتها مسببات الدمار كثيرة ولكي نقيم اوضاع الشعب تجرى عليها قياسات حسب اطار مربع نموذجي يلقى في قاع البحر وتحدد في نطاقه النسبة بين حجم المرجان الحي والمرجان الميت وهذه النسبة تشكل مدى التوازن بين الحياة والموت وسط كائنات الشعب المرجانية قد يثير هذا التوازن قلق باحثي البحر احيانا ويشعرهم بان الوقت ينفذ سفينة البحث جامعة واحد تصل رصيف المعهد الجامعي لابحاث البحر في الات اجهزة الفحص العديدة التي توجد على متن السفينة تحولها الى مختبر عائم قصة الابحاث التي تجرى على متن السفينة قد تكون قصة البحر الاحمر وشعبه المرجانية قصة دمار وقصة محاولات بحث الطاقات الكامنة في المقلوقات البحرية وكذلك قصة الكفاح من اجل انعاشها موسيقى المترجم للقناة 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 السماء وبفضل اسرار شخص واحد اللعب بالحاوية هو التسلية المفضلة لدى عوزي السلحفات البحرية حاليا يمكن مشاهدة السلاحف البحرية في البرق فالطبيعة اصبحت منظرا نادر الوجود نتيجة لسنوات طويلة من تلوث البحر وتقليص رقعة السواحل اوضاع السلاحف القرنية خطيرة بشكل خاص نظرا لاستيادها المكثف طوال مئات السنين تواقم بحث كثيرة تحاول في الوقت الحاضر حتى هذه السلحفة على التكاثر في الاسر لعادتها الى البحر ولزيادة اعدادها فيه بعבר بنינו משטח הטלה שראינו שהצוות עולות עליו משטח חול שהצוות עולות עליו אבל ראינו שהן מגיעות מהר מאוד לקצה המשטח והדבר גורם להם להבין שהמשטח הוא לא אמיתי ולחזור חזרה למים ולשרב להטיל לפני שנה הגענו למסקנה שצריך לבנות משטח הטלה שהוא יותר גדול שהצוות יעלו עליו, הסתובבו עליו ויחפצו את אתר ההטלה בישו יגיעו לקצה מהר מידاي ויבينו שזה משטח הטלה מידי من اجل اقناع اناث السلاحف دعت الحاجة الى اجراء تجارب كثيرة لاجاد درجة حرارة ورطوبة رمل تتلاءمان مع الطبيعة هذه الصور التاريخية التقطت بكاميرات هوى وتورين اول عملية وضع البيض بظروف الاسر لسلحفات قرنية بعد مراقبة دامت بضعة اسابيع شهد الطاقم السلحفات تعلو مسطحة وضع البيض ببطء وتشرع بالحفل السلحفات وضعت البيض الصغير وغطته بعناية بالغة بعد ذلك ذهبت لترتاح من الجهد الكبير بعد انتظار طويل فقس البيض وانطلق صغار السلحف طريقهم الاولى موسيقى 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 تطلب اطعام كل من صغار السلاحف على انفراد طوال اسابيع قدرا وافرا من الصبر وانطلقه موسيقى عندما اوشك الطاقم على تنفس الصعداء اتضح لسوء الحظ ان السلاحف اصيبت بمرض جلدي بعد عناية دامت ايام طويلة تماثلت اخيرا للشفاء موسيقى ستنقل السلاحف قريبا الى البحر لكن لا احد يستطيع التكهن بمصيرهم هناك موسيقى موسيقى وفي السفينة يجرى البحث على قدم وساق يدرك الباحثون ان اي قطعة من المعلومات من شأنها ان تساهم في مكافحة الابادة ومساعي الحماية تمت انماط حياتية كثيرة في البحر الاحمر لا تزال غامضة احد الالغاز الكبيرة المسمى بتناقض الشعب هو كيف تتغذى الشعب الزاخرة بالمخلوقات من مياه البحر الاحمر التي تفتقر الى المواد الغذائية אחת מהשאלות המעניינות והמרכזיות בחקר שונית האלמוגים הוא הוגן על ידי פרופ' יונתן ערז מהאוניברסיטה העברית בפרויקט מאוד גדול שאיחד הרבה מאוד חוקרים של האוניברסיטאות בארץ הפרויקט תקונה בשם Reflux השאלה המרכזית הייתה كיצד ייתכן ששונית האלמוגים מתפתחת בצורה כל כך יפה وكل כך עשירה بماים מאוד עניים ومن המפרץ שלנו הם מים עניים البطوي لכך הוא בשקיפות שלהם وبצבע הכחول היפה שמשך גם طيارים לא רק חוקרים هذه الشبكة المميزة هدفها استخراج البلانكتون وهو خليط من الكائنات المجهرية المنتشرة في البحر والتي تغذيه وتبعث الحياة في الشعب أثبتت الفحوص أن نسبة البلانكتون في البحر الأحمر منخفضة جدا على حد اعتقاد الباحثين تطور في الشعب نظام مجهول لالتهام البلانكتون راقب الباحثون كمية البلانكتون في أجسام مائية أشرت على امتداد الشعب أجريت القياسات باتجاه جريان الماء وبالاتجاه المعاكس مع الاهتمام بفحص قاعدة طعام حيوانات الشعب بعد ساعات كثيرة من عمليات المتابعة والفحص اهتدوا إلى الحل كيرش البيوت كل الشعب كل الشعب پا 1 الأنكتون المائم شطفين درق طوبي والبلانكتون يشعر بين الأيخال والأوخل هو الذي هو هو الذي نسمى إن ما هذا طريג 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 هو نقرأ طריגלה בגלל שלושת הקרניים הראשונות של סנפיר החזה نפרדים מהסנפיר وعلى ידי כך הוא הולך ما שיש לנו פה זה הנציג של הקרישי עומק הוא נקרא קריש נדיר ואצלנו הוא נפוץ בעומק شמו קריש נדיר? اسمه ياغو اسمه ياغو של شيكسبير اثناء انشغال الباحثين في فهم الانماط الحياتية في الشعب القى بحث موازي اخر الضوء على جانب مغاير تماما حسب هذا البحث يفترض ان عددا من اسماك الشعب ينتقل الى عماق البحر دعاره ذهبت بصفورت ايته شدجاء شونيت كانوا ادפטציה לחיים בתוך השונית בעומקים של 2-30 مت ובעומק הים במעמק הים موسيقى